النهاردة اتحاد القرى من خلال لجمة الانضباط اعلنوا عدد من القرارات في الاجتماع الذي عقد بالامس يوم الاسنين طبعا في اربع قرارات اولا ايقاف الكابتن عماد عزة حسنين مدرب فريق امبي مواليد 2016 مباريات وتغريمه 50 الف جنيه لتعديه على حكم مباراة فريقه مع بيرامدز في مسابقة مواليد 2006 تغريم الكابتن حلم طلعان المدير الفني لنادي امبي 50 الف جنيه لانتقاده حكم مباراة فريقه امام نادي الزمالك تغريم الكابتن سيد عبد الحفيز مدير القرى بالنادي الآلي 50 الف جنيه لانتقاده لحكم مباراة فريقه امام سيراميكا كيليو باترا تغريم هاني سعيدة المدير الرياضي لنادي بيرامدز 50 الف جنيه لانتقاده حكام مباراةه امام نادي الزمالك طيب خبر اخر بس قبل ما ادخل في الخبر اللي جاي كابتن سيد لم ينتقد حكام المباراة كابتن سيد بيقول اتمنى ان القرار يكون صح لان لو حصل عكس كده ادى صوابق بقرارات سابقة لحكم فيه اخطاء تمت بنفس الامر في مباراة كان فيها حكام فار فهنا مش انتقاد ده كان بيتمنى القرار يكون صح عشان ما يكونش فيه اخطاء كسيرة لنفس الحكم في نفس المباراة مع نفس الفريق بنفس التقنية اللي بيديرها نفس الحكم فده مش انتقاد لكن عموما دي قرارات لجنة الانتباط واعتقد الفترة الجاية لازم يكون فيه حتى لو فيه اخطاء الناس تعدل الاخطاء اللي بتحصل من الحكام وفي نفس الوقت المسؤولين مش هيطلع يعلوه على قرارات التحكيم طالما الاداية التحكيمي جاية في المباراة فلازم النقطة دي ترعى ومش اي انتقاد فيه انتقاد بيبقى موضوعي وفي حديث المباراة نفسه وفي انتقاد بيبقى خارج عن النص وهنا اللي حيث الانتباط اكيد بيبقى ليها يعني تبعات واجراءات في هذا الشأن طيب الخبر الاخر وهو متعلق بقى بالجداول المتعلقة بلقاح كورونا خلال الفترة اللي جاية والتحاد الكرة النهاردة كان بيطالب ادراك جميع فرق كرة القدم على جداول لقاح كورونا ده طلب من اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاس تحمد مجاهد وجهه الى وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو ادراك فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية المختلفة على جداول الذين ستلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا خلال الفترة القادمة واللجنة السلسية من خلال هذا البيان اعلنت انها مستعدة لتحمل اي تكاليف مالية في هذا الصدد كما انها طلبت ايضا في اطار الحرص على استمرار نشاط القرى وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية طيب النهاردة بنتكلم على مبارات الاهل والانتاج الحربي والنهاردة طبعا الجهاز الفني اختار قائمة وكنا تكلمنا مع عزمينة كريم احمد من فندق الاقامة عشان نتطمن على اخر الاستعدادات